توكلته على الله وببركة بسم الله إن شاء الله النهاردة نعمل بسكوت الشاي بسكوت طعمه حلوة قوي قوي الأرمشة مع النعومة مع الدوبان بالضبط هو بيتيفور على شكل بسكوت تشايفين المنظر عامل إزاي إن شاء الله لقوات أئلة بالله جربوه ومشتندوه نقول الدعاء اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقواتك يا ذا القوة المتين اللهم أعني ولا تعني علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي وهديني ويسر الهدى لي نقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قد وصحبه أجمعين يلا بينا توكلنا على الله هنجيب الخلاط وهننزل فيه كده بكباية من السكر نص كباية زيت ونص كباية زبدة ما عندكيش زبدة استبدلها بسمنة ما فيش أي مشكلة وهضربهم في الخلاط وفي الوقت ده هروح أجيب كده بطين بدرجة حرارة الغرفة ولازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة هحط البيض احنا قلنا بطين بالزبط مع الزبدة والزيت والسكر وهرجع أضربهم كويس جدا جدا هنزل عليهم برشة من الملح وكمان الفانيليا وهم بينضربوا مع بعض تعالوا بقى ايه ننخل المواد الجفة معاي هنا المفروض ان هم 3 كبايات دقيق ولكن انا هعمل ايه طبعا النوع دي بيختلف من مكان لمكان انا هنخل كبايتين ونص من الدقيق وهسيب الباقي كده على جنب لو العجينة احتاجت تمام ما احتاجتش خلاص انا مش هستخدمه هنزل كمان بقى بمعلاقتين كبار مليانين بشكل هرمي من النشا وعليهم معلاقة زي ما انتوا شايفين كده معلاقة صغيرة من البيكنج بودر وهقلب المكونات مع بعضها كده بالشكل ده طبعا انا ده ربط المواد السيلة كلها كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين البيض الفانيليا السكر الملح الزيت الزبدة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نلم العجينة بتاعتنا مع بعض كده عجينة البسكوت ما بتتعجنش ولكن بتتلم بصوبة عنا كده نلمها علشان لو تعجن تزاد عن اللازم العجينة معاك هتنشف وتعظم وهتبقى وحشة جدا لكن احنا كده يدب بتلميها خلاص بتوقفي عجنة على طول وبعدين بنقسم العجينة نصين بالشكل دوت والجزء هسيبه فانيليا والجزء التاني هنزل عليه بمعلاقتين كبار من الكاكاو الخامل اسباني ولو العجينة يبست معاك شوية ممكن تضيف لها معلقتين لبن او معلقتين مية وتعجنيهم لكن طبعا انا كنت عاملة العجينة مظبوطة ما شاء الله محتاجتش اي حاجة من ملعود السيلة تاني ونبدأ نجيب العجينة وبرضو نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل حاجة بنعملها نسمي الله دايما نسمي الله ونتوكل على الله وهجيب الصناية اللي هبدأ اشتغل فيها واعمل كور بحجم اللمونة وبالمكبس وهبدأ اشتغل كده انا اول ما عملت بالمكبس وهي على الصناية ما عجبنيش شكلها بصراحة فمسكت المكبس وحطيت الكرة فيه وبدأت ابصم زي ما انتو شايفين كده طلعت معايا اجمل واشيك ولكن كانت بصراحة مرهقة ومتعبة جدا لكن طبعا عشان التصوير فهكمل الفيديو بنفس الشكل ولكن انت بقى لو زي حالتي كده تعيبتي واجهاتي ولكن مش محتاجة انك تصوري فانت ممكن تفريدي بكيس كده زي ما عملنا مع بعض قبل كده في بسكوت الارفة هتفريدي كيس وتحط العجينة في النص وتحطي فوقها كمان كيس وتفريدي بالنشابة او حتى بيدك وتقطعي بالكباية ما فيش اي مشكلة بيطلع معاك زي الفل وانا هوريك انا عملت ايه بسكوتين تلاتة كده كانوا فايدين من العجينة في الآخر وكنت بصراحة تعدت دلوقتي البسكوت معايا تمام وزي الفل ما شاء الله شايفين الشكل بتاعه وشايفين البصمة بتاعت البصمة الشكل عشان كل حاجة فيه مقديره مزبوطة جدا جدا هيطلع لك النقشة زي ما هي بيدخل الفرن درجة حرارته مسبقا كنت مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 وبعد ما سخن قوي بعدها بعشر دقايق هديت درجة الحرارة على 170 ودخلت البسكوت بواياها بياخد معاك مثلا نص ساعة تلت ساعة لحسب درجة الحرارة انت برضو بترقب البسكوت وبتشوفيه لو لقيته حمر من تحت والجناب بقى تمام خلاص قطفيه من تحت وشغر الشواية علي المدة دي ده البسكوت اللي انا عملته ببقية العجينة زي ما قلتلكم فردت العجينة بين الكيس والكيس التاني وفردتها وقطعتها بالكوباية عادي جدا جدا وسوتها برضو بيش اي مشكلة بصوا من شاء الله البسكوتها مقرمشة وهشة وحلوة قوي 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 والله بجد انا حد شافها مدقهاش يعني من المنظر بس كمان بيقول هي دي بسكوت ولا بيتيفور حكاية جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي بجد انا واسقة من كلامي بجد طعمها حلو جدا 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 من هنا نقول السنة اللي جاية حابة بقى تحشيها مربة حابة هتبقى زي البيتيفور اي نوع مربة بقى مربة مش مش مربتين مربة فراولة هتبقى حلوة قوي بس المربة المش مش هتخليها مميزة اكتر بصوا البصمة او النقشة ما شاء الله طالع حلوة ازاي عشان كمية البيكنج بودر احنا مزودنهاش بالتالي ما سحش وطلع النقشة زي ما هي ما شاء الله محتفظة بشكلها الجميل تعالوا كده لما نغطسها في النسكة فيه او الشاي بلبن شوفها هتبقى عاملة ازاي بصوا مسكة نفسها وفي نفس الوقت لما تكليها هتلاقيها دايبة ونعمة في بقء كده حاجة خرافة يعني غطستيها في البسكوت في الشاي او الشاي بلبن او النسكة فيه اي ان كان بقى اللي انت بتغطسي فيه هتلاقيها مسكة نفسها كده وحاجة بجد فخمة ومحترمة بجد ان شاء الله جربوها وحتعجبكم او بأمر الله طيب زي ما قلنا لو حاب تحشيها مربو هتبقى معاك زي البتيفور هتبقى وهم وحكاية طيب انا عايزة اكل منها مثلا بالشوكولاتة عادي ممكن تحشيها يائما بالنوتلا يائما بأي نوع شوكولاتة خام بتجيبيه وتسياحيه في كيس كده في شوية مية مغليين حط الشوكولاتة بتاعتك في قلب الكيس واربوط الكيس كويس قوي المية وهي بتغلي اطفي عليها او وطي عليها قوي وحط الكيس اللي انت حط في الشوكولاتة في قلب المية ما فيش عشر دقيقة هتلاقص الشوكولاتة ساحت في قلب الكيس يقطع من البوس بتاع وسالنا سغنانة كده وخدي البسكوتة وحشيها بالشوكولاتة دي حطي بقى بين كل بسكوتة والتانية شوكولاتة وقفلي عليها حابة تقليبيها البمبو وغطصيها في الشوكولاتة حابة تخليها بس محشية هتبقى معاكي زي دي وبتاع زمان لو انتو تفتكروا البسكوتة فيها قطمة كده من الشوكولاتة خرافة بجد حلوة اوي 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 فدي كلها افكار افتكاسات حابة تعمليها براحتك يبقى انا عملت كده معاكي الاساس وكملي براحتك اما البسكوت ده تقليبيه معاكي البتيفورة تحشيه باي نوع مربة عايزة تقليبيه بسكوت بالشوكولاتة احشيه بالشوكولاتة او بالنوتيلة عايزة تقليبيه البسكوت اللي هو زي البسكريم او اللي احنا قلنا عليه التاني ده اللي هو اللهم صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ايا كان اي نوع بسكوت بتلزقي البسكوتين مع بعض وفي طبق كده فيه شوكولاتة صايحة غطصيهم مع بعض وطلعيها واسيبها تنشف على ورقة زبدة وتكليها بتبقى بقى غرقانة في شوكولاتة من برة ومن جوة والبسكوتة نفسها مقرمشة حاجة بجد خيال بصت تانية احنا عملنا كده اللي بالشوكولاتة بصت تانية بقى اللي بالفانيليا يعني انا غطستها اهيه والمسكة فيه سخن والله ما بجزب مسكة نفسها ولما اتيجي تكليها كده هتلاقيها نعمة نعمة خالص في بقى كطعمها حلوة قوي جربوه ان شاء الله هتعجبكم جدا 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 طب نرجع تاني نقول المقاذير مع بعض نعيه هنا اتنين بيضة نص كباية زبدة نص كباية زيت رشة ملح وفانيليا معلقة واحدة صغيرة مليانة من البيكنج بودر كباية من السكر اتنين معلقة كبيرة حرامية نشا تلات كبايات دقيق الا معلقتين والمعلقتين دول هيبقوا معلقتين الكاكاو الخام تمام بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا وزي ما انتم شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه في السهولة وفي السرعة وفي الشياكة وفي الجمع الحاجة عظمة يا رب يكون الفيديو عجبكم ونردكم ما تنسوش تدعونا دعوة حلوة بظهر الغيب ولكم بالمثل نقول للذكر بتاعنا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويا ريت الدعاء اللي هقولوك علي ده تخلوه في لسنكو او على سنكو طول الوقت اللهم بقلني اسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم بقلني اسألك الهدى والثبات والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد الفيديو بتاعنا خلص بصوا انا مش عارفة اوصف لكم جميل بس كنت عملة صورها فوق وتحت ويمين وشميل عشان اباين لكم مدى جمالها بس ان شاء الله لما تجربوها هتعرفوا انا بقول ايه وبشكر فيه اوي كده ليه اسألكم في رعاية لو امنة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نختم بصر الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قل وصحبه اجمعين